فهذا أقل شيء نحن نديره كحزب وكعائلة سياسية لأننا فعلا نؤمن بهذا الطريق والإيمان بهذا الطريق هو الحقيقة هو اللي يخلي هذا الوطن هذا البلد العزيز يرتقي أولا في مصاف الأمم بالنسبة للتقدم وأكبر ارتقاه هو الأخلاق الاجتماعية وهو التمكن بمفهوم أننا نصبح فعلا أحرار وأسياد بهذا الثروة الثروة نقولها الثروة البشرية والطاقة البشرية اللي تخلي الجزائر دائما صامدة وتكون عصية وجه أعدائها وكذلك تبقى الرسالة نتنقلها أبناء وجير على الجيش